اشتركوا في القناة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لا زال مفقودين جراء حادث غامض ومريب للغاية التفاصيل تحدثت عنها العديد من المصادر المهمة مثل وكالة الاسوشيديد برس والأي بي سي نيوز الأمريكية وكذلك الأوساط الإيرانية التي لا زالت حتى هذه اللحظة تتحدث عنها مع المسؤولين الإيرانيين كذلك اهتمام من الأوساط العبرية كذلك الأمر كله مرتبط بداية القصة كانت مع زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أذربيجان التقى فيها الرئيس الأذربيجاني من أجل افتتاح سد مشترك بين البلدين بين أذربيجان وبين إيران وبعد ذلك الرئيس الإيراني مع الوفد المراقفق له عاد من أذربيجان بهذه الطريقة إلى إيران وتلاحظ هذه هي المروحية التي المفترض أن يكون بها الرئيس الإيراني وتظهر لك كذلك هذه مروحية أخرى ومروحية كذلك في الخلف وأيضا هذا يعني بأننا أمام ثلاث مروحيات وهذا يؤكد في حقيقة الأمر الأنباء التي تحدثت أن ثلاث مروحيات هي التي غادرت من أذربيجان إلى إيران وهذه المروحية التي نتحدث عنها هي من نوع بيل 412 وهذه المروحية هي خاصة بالرئاسة الإيرانية وبالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع الرقم الخاص الموجود هنا الذي تلاحظونه هنا خلف هذه المروحية وكان على متن هذه المروحية مسؤولين ليسوا بالعاديين أبدا بالإضافة إلى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته نتحدث هنا عن محمد علي آل هاشم هذا الرجل بحسب ما نشر عنه كمعلومات أولية وما هو معروف عنه بأنه ممثل المرشد الأعلى في أذربيجان الشرقية وكذلك أن هذا الرجل يعتبر عضو في مجلس الخبراء للقيادة الإيرانية وكذلك نتحدث هنا عن محافظ أذربيجان الشرقية هذا الرجل هو مالك رحمتي أيضا كان موجودا في نفس هذه المروحية وهم طبعا مفقودين أيضا مع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وكانت هذه اللقطات التي انتشرت توضع هذه اللحظات الأخيرة التي تم فيها تصوير الرئيس الإيراني مع المسؤولين المرافقين لهم الذين طبعا تحدثنا عنهم قبل قليل وظهر الرئيس الإيراني بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم الذي تحدثنا عنه وهو ممثل المرشد الأعلى في أذربيجان الشرقية وكذلك معروف عنه بأنه إمام جمعة تبريز وكذلك هنا تلاحظ وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان موجود في نفس المروحية كذلك والذي جرى هنا بأن هذه المروحية قد سقطت بحسب الأنباء الإيرانية التي تتحدث عن هذه المسألة في أذربيجان الشرقية هذه أذربيجان الشرقية هذه أذربيجان الغربية وبأن سقوط المروحية كان باتجاه مدينة تبريز وتلاحظ هنا هذه هي تبريز وعملية السقوط كانت باتجاه هذه الغابات وهي غابات ديزمار الإيرانية لاحظ بين الحدود الموجودة في أذربيجان وكذلك هنا أذربيجان وهنا إيران كما تلاحظون والحديث ببساطة بأن ثلاث مروحيات غادرت وصلت إلى هذه الغابات وفجأة كانت الأجواء سيئة للغاية منطرة للغاية كان هناك الكثير أيضا من الضباب وبعد ذلك سقطت هذه المروحية الخاصة بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له وسمع ارتطام لهذه المروحية ارتطام قوي بعض الأنباء الإيرانية تحدثت بأن هناك من من سمع عملية ارتطام للمروحية وطبعا بعد هذا هو الذي دفع في نهاية المطاف ما يقارب الأكثر من أربعين فريقا للإنقاذ من أجل أن يبحثوا عن الرئيس الإيراني بالإضافة إلى ثمانية عربات أو سيارات للإسعاف وكذلك أسراب من الطائرات المسيرة هي تحلق من أجل البحث عن الرئيس الإيراني واستنفار كبير للقوات الإيرانية والاطلاعات الإيرانية الكل مستنفر ويحاول معرفة أين هو الرئيس الإيراني أكثر من أربع ساعات حتى هذه اللحظة هو مفقود تماما ولم يعرف عنه شيئا إذا ما كانوا أحياء أو كانوا أموات لا أحد يعرف ما الذي جرى فعلا بالتالي الأمر غامض للغاية ولكن الأنباء العاجلة قبل قليل تحدثت بأن هناك تحديد لموقع هذه المروحية وبأن فرق الإنقاذ تتجه الآن إلى موقع هذه المروحية ولكن الأساس في هذه المسألة ولا بد من الانتباه إلى طبيعة الأمطار والضباب الكبير الذي طال هذه المنطقة تلاحظ من الصور من عمليات الإنقاذ للجانب الإيراني بأن الضباب عالي جدا تلاحظ بأن مسافة النظر يعني خمسة أمتار أو حتى أقل من خمسة أمتار هذه هي قدرة النظر وبالتالي صعبة جدا هذه العملية ومعقدة على جانب الإيراني وأيضا نشر صور لطبيعة هذه الغابات ديزمار التي تحدثنا عنها كيف هو الوضع وكيف هو شكل المنطقة حتى العربات وسيارات الإسعاف غير قادرة من الوصول إلى موقع الحادث الذي حتى هذه اللحظة هو غامض والمثير بهذه المسألة أن مصادر مثل إيران واير كانت قد نشرت من مصدر مقرب من المرشد الأعلى الإيراني أكدوا بأن إبراهيم رئيسي الآن قد قتل جراء هذا الحادث وبأن هناك إعداد لبيان رسمي لتأكيد هذه المسألة لكن لا زالت الأنباء متضاربة ولا زالت هناك بعض الأنباء تتحدث أن هناك اتصالا بمن هم موجودين بهذه المروحية لكن كلما طال الوقت وكلما عرفنا حقيقة تاريخ الحوادث بالمروحيات والهليكوبترات دائما ستعرف أن مسألة الموت بسبب حادث المروحيات هو أمر حقيقي ويحدث عادة بشكل مستمر وبالتالي سقوط أي مروحية هي مسألة خطيرة للغاية وبالتالي هناك شكوك هناك اتهامات وهناك نظرة إلى أن هذا لم يكن حادثا عاديا أولى هذه الأمور بأن المروحيات دخلت لهذه الغابات وبسبب هذه الأمطار والضباب الذي تحدثنا عنه اختل توازن هذه المروحية وسقطت في نهاية المطاف لكن المشكلة الأساسية وبالتالي هذا هو التفسير بأن هذا هو عبارة عن حادث ولكن المشكلة الأساسية ما هو مريب للشك في هذه القضية أن مروحيتين من هذه المروحيات كما أكدت العديد من المصادر الإيرانية أن مروحيتين لم يحدث لهما شيئا تخلصا طبعا من هذا الحدث وبأن الطائرة التي تواجد فيها المسؤولين الإيرانيين نتحدث عن إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والأشخاص الآخرين هي الطائرة التي سقطت الوحيدة في هذه النقطة ولم تسقط هاتين المروحيتين وهذه المنطقة أساسا فيها نشاط للموساد الإسرائيلي عالي للغاية إن كانت أذربيجان الغربية كثير من عمليات الموساد الإسرائيلي قد حدثت في هذه المنطقة وإن كانت حتى في أذربيجان الشرقية أيضا هناك نشاط للموساد الإسرائيلي ونابد من الانتباه إلى أن أذربيجان لديها ولها علاقات مهمة للغاية وبطيدة مع إسرائيل وأن هناك عملا كبيرا للموساد الإسرائيلي في هذه المنطقة الكثير من المصادر المهمة مثل إيران انترناشنال العام الماضي تحدثت بأن هناك قاعدة متقدمة للموساد الإسرائيلي داخل أذربيجان على الداخل الإيراني لا بل أنها أيضا أكدت بأن إسرائيل اتفقت مع أذربيجان في حالة أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم على مستويات عالية للغاية في الداخل الإيراني وبدأت تتوجه إلى القنبلة النووية فإن أذربيجان ستسمح لإيران أو ستسمح لإسرائيل أن تحلق طائراتها الحربية من داخل أذربيجان لكي تقوم بالهجوم مباشرة على هذه المفاعلات لتقوم بعملية تدميرها من داخل أذربيجان بالتالي هذه مسألة ليست عادية أبدا وعلى هذا الأساس من الممكن أن يكون هناك ترتيبا من الموساد الإسرائيلي مع ما يمتلكونهم من عملاء في داخل أذربيجان أن يكون هناك تعاونا بين الموساد وأذربيجان في عملية الترتيب لتعطيل هذه المروحية أو اختراق مسألة الرصد الجوي وغيرها وإعطائها الأوامر لهذه المروحية أن تتجه لهذه المنطقة مع علمهم أن هناك أمطارا وضبابا وغيرها واختلت توازن هذه المروحية وسقطت أو قاموا بعملية ترتيبا أو تعطيل المروحية مع أرسالها لهذه المنطقة لجعل الأمر وكأنه يبدو وكأنه كحادث في الداخل أو أن الموساد الإسرائيلي عمل من الداخل مع معرفتهم بحقيقة أن هذه المروحيات أو هذه الزيارة كانت في أذربيجان ودخلت إلى إيران كانوا قد رتبوا عملية تشويش على إسرائيل وبأن هذه عملية التشويش عفوا على هذه المروحية الإيرانية وبالتالي يشوشون جي بي أس وغيرها يعطلون هذه المروحية مع الأوضاع الجوية لتسقط هذه المروحية لوحدها دون سقوط المروحيتين الأخريتين وبالتالي هذه مسألة خطيرة للغاية ويأتي من ضمنها عملية الإختيال بشكل واضح وأيضا أن عندما نتحدث عن التشويش هذه المنطقة ليست غريبة على التشويش تلاحظ هنا هذه غابات ديزمار التي نتحدث عنها لاحظ أن التشويش في أوقات سابقة كما هو نشر من قبل الجي بي أس جامنغ وتلاحظون كانت باللون الأصفر قبل أيام قليلة وهذه المنطقة فيها تشويش تشويش من قبل الجانب الإيراني وتشويش من قبل الجانب الأذربيجاني وبالتالي مسألة الإختلال واستخدام الجي بي أس هي حاضرة وحاضرة بقوة وكذلك لا بد أيضا من الانتباه إلى أن ما سألت مثل هذه الحوادث قد حدثت سابقا في أذربيجان الغربية وتحديدا في أورميا هنا في عام 2006 لقيادات مهمة إيرانية في 2006 جرت على سبيل المثال لوطال هذا حادث غامض هذا الرجل الذي ترونه وهو قائد القوات البرية في الحرس الثورية الإيراني وهو أحمد كاظمي في عام 2006 سقط طائراته فجأة في أذربيجان الغربية وقتل ولم يعرف ما الذي جرى هناك الكثير من الحوادث ضد العلماء النوويين والمسؤولين وغيرهم ولكننا اليوم نتحدث عن الرئيس الإيراني ومزير خارجيته ومسؤولين آخرين موجودين مرة واحدة في المروحية هي التي سقطت وهي التي أدت إلى فقدانهم ولا بد أيضا من الانتباه إلى أن هذا الحادث يأتي بعد شهرين تقريبا من هجوم إيران على إسرائيل والهجوم دائما على إسرائيل فيه ثمن وهذا الثمن على ما يبدو من قبل الجانب الإسرائيلي إن كانت إسرائيل خلف هذه العملية فإنه قد يطال شخصيات مهمة التوقيت أيضا هو التوقيت مثيل للغاية خاصة وأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لعب أدوارا كبيرا أثناء الأزمة في قطاع غزة بزياراته إلى لبنان لقائه بحسن نصر الله لقائه بالمسؤولين كذلك من جماعة الحوثي وغيرهم والترتيب والتصعيد ومسائل التوتر والتصريحات كلها كانت قادمة من هذا الرجل وبالتالي يبدو أن مثل هذه الحوادث وهذا هو الذي يجعل هذا الحادث مريب جدا ومريب للغاية وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت قد استهدفت وردت على إيران بالهجوم الإيراني الذي تعرضوا له رد وقاموا باستهداف منظومات الأسترثمائة وضربوا الرادار بهذا الشكل الخاص بالأسترثمائة مع بطارية أخرى استبدلتها إيران قالت لم تستهدف وشككوا بهذا الاستهداف لكن يبدو إن كانت إسرائيل خلف هذه المسألة فإن إسرائيل لم تكتفي من هذه العمليات ولا زالت عمليات البحث حتى هذه لحظة مستمرة وننتظر ما الذي سيجري في الساعات القادمة الأهم أن هذا الحادث أبعد كل الشبهات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تعرض إلى ضغوط كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة هذا الرجل تعرض إلى ضغوط هائلة كما نشرت الأكسيوس من بني جانتس الرجل الذي يعتبر جزءا من حكومة الحرب وحكومة الطوارئ كان قد أرسل إنذارا لبنيامين نتنياهو وقال له بأننا نريد أن نعرف ما الذي ستفعله في مستقبل قطاع غزة يجب أن تضع خطة واضحة لنا جميعا لنسير عليها وبأن حياة الرهائن هي تأتي أولا ويجب أن تعمل عليها وبعد ذلك تأتي مسألة إنهاء حركة حماس وعليك إعادة كذلك الإسرائيليين إلى الشمال الإسرائيلي بحلوله لسفتمبر ويجب أن تكون هناك خطة لهذه المسألة بالإضافة إلى ذلك التطبيع مع المملكة العربية السعودية في ظل جهود واضحة وقادمة من جيك سولوفان مستشار الأمن القومية الأمريكية الذي كان في المملكة العربية السعودية والتقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبعد ذلك اتجه إلى إسرائيل وهو في إسرائيل اليوم والتقى ببني جانس والتقى بنتنياهو ولكن المشكلة أن بني جانس قال إن لم تتحقق الشروط التي تحدثنا عنها فهذا يعني ببساطة بأننا سننسحب في الثامن من يونيو القادم وبالتالي يضع حكومة الطوارئ وحكومة الحرب في أزمة حقيقية لكن بني أمين نتنياهو رافض هذا الكلام تماما رافض الإنذار الخاص القادم من قبل بني جانس وكذلك رفض حتى ما يتم العمل عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية أن يكون جزءا من الترتيبات مع المملكة العربية السعودية اتفاق أمني ودفاعي مهم وكذلك اتفاق على البنى التحتية النووية الخاصة بالمملكة العربية السعودية على المستوى السلمي وأيضا الاعتراف بدولة فلسطينية مع إيقاف الحرب هذا الأمر رفضه بني أمين نتنياهو واستمر بهذه الحرب وبالتالي كل الأنظار كانت صباحا هذا اليوم على نتنياهو ولكن فجأة تحولت على إبراهيم رئيسي ونتنياهو مستمر على الأرض بالتقدم في رفح مع كل هذه الأنباء التي نتحدث عنها لا بد من الانتباه بأن تسعة ألوية الآن هي داخل قطاع غزة ونتحدث عن ثلاثة ألوية هي داخل رفح واتضح بحسب الجازا يونت وورد تراكر بأن اللواء الثاني عشر الاحتياطي من ضمن الفرقة 162 التي هي تقوم وتحمل مسؤولية عملية التقدم إلى رفح هي قد دخلت إلى أرض المعركة وأن هناك تقدما كما تلاحظون جديدا هنا في محور فلادلفيا في الأربعة وعشرين ساعة الماضية وكذلك أن هناك بعض التقدم الذي حققته أو حققته القوات الإسرائيلية ولواء جعفاتي تحديدا في هذه المناطق ولكن المقاومة عالية للغاية الأهم بالنسبة لإسرائيل هو محور فلادلفيا الذي ترونه هنا فبحسب التقييمات الآن تلاحظ بأن إسرائيل الآن سيطرت على 52.8% من محور فلادلفيا وبدأوا شيئا فشيئا بسيطرة على المحور بأكمله بمجرد ما يصل إلى هذا الربع الأخير من محور فلادلفيا ستنتهي هذه المنطقة لأنها منطقة إنسانية طبعا وهناك عمل إنساني كبير في هذه النقطة وفي هذه المنطقة ولكن الأهم هنا أن الأونروة أيضا قد تحدثت بأن 800 ألف من الواحد فاصل 2 مليون شخصا قد غادروا رفح وبالتالي المنطقة تم أفراغها وهذا يعني بأنهم سيتقدمون أكثر والأرض أصبحت خصبة بالنسبة لهم للتقدم بهذه المنطقة أحداث كبيرة وغريبة وغامضة ولا تخلو أبدا من الاتهامات كما هو معروف